يعني معروف أنه منذ فترة منذ سنوات والكلام عن موضوع التطبيع بين الحكومة التركية والنظام السوري قائم ولكن إلى الآن باعتقادي يعني ما بدي يقول أنه هذا الموضوع متعثر إنما إلى الآن لم يحصل أي تقدم في هذا الأمر والسبب هو الفجو الواسع ما بين مطالب أو موقف النظام السوري من هذا التطبيع وموقف الحكومة التركية الموقف الحكومة التركية اللي باعتقادي عاجزة تماماً عن تحقيق مطالب النظام السوري في موضوع فيما يطبه في موضوع التطبيع نشوف من هذا يعني بعد هاي المقدمة إنه الخطوة الأخيرة من التعزيزات التركية ممكن يشوفها من وجهتين نظر الأولى التعزيزات إن هذه التعزيزات أتت للضغط مستقبلاً أقوم مستقبلاً على قوى الأمر الواقع الموجودة بإدلب وريف حلب وريف حماة وهي حليفة التركية بكل النتائج التي ستصدر عن موضوع التطبيع ما بين النظام السوري والحكومة التركية لأنه معروف أنه النظام السوري يعني من خلال مطالبه بمسألة التطبيع يعني هي مطالب ليست سهلة هي مطالب لبعادة السيطرة على كافة هذه المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري وحتى باعتبار تركية دولة محتلة وخروج تركية من سوريا بشكل نهائي كدولة محتلة ولذلك يعني هذا الموضوع ما بالهيئة رح تسلم فيه هذه الفصائل الموجودة التي كما قلت هي حليفة تركية إلا إذا ما كان فيه توافق بينها وبين تركية واتفاق ما بينها وبين تركية ومن بين النظام السوري على حل هذه المشكلة بشكل يرضي جميع الأطراف الجانب الثاني ممكن نشوف هو دعم لهذه الفصائل بعد تعثر موضوع التطبيع فصائل الأمر الواقع للضغط على النظام السوري ليكون أكثر ليونة في مطالبه لتحقيق هذا الأمر هذا من جانب من جانب آخر أن يأتي هذا الدعم لهذه الفصائل لتكون هذه الفصائل مع القوات التركية الموجودة هي من يقوم بتحقيق مصالح تركية في المنطقة وبالتالي سواء في موضوع شمال شرق الفرات والحرب مع قوات قصد لأننا نعرف حساسية موضوع تركية اتجاه الأكراد والضغط على النظام السوري بابقاء هذه المنطقة خارج سيطرة هذا النظام وبالتالي محاولة من الحكومة التركية لحل الكثير من المشاكل في هذه المنطقة التي ستكون إذا ما تم هذا الأمر يعني وتعثر التطبيع بالتأكيد تحت صحيح في فصائل نسميها نحن فصائل الأمر الواقع ولكن هي ستكون تحتها الإشراف وبشكل مباشر الحكومة التركية والجيش التركي طيب سيد فاضل يعني في ظل مسألة التطبيع في ظل البعدين اللي حضرتك ذكرت هما المنطقة متوترة فيما يحصل بلبنان قد ينسحب على سوريا ودول أخرى إذا ما انسحبت الحرب الإسرائيلية على سوريا كيف ستتبلور مسألة التطبيع بين أنقرة ودمشق أو كيف سيؤثر ذلك على التواجد التركية أو التحركات التركية في سوريا والاحتلال التركي في سوريا بالتأكيد ما تفضلت به جانب مهم جدا اليوم التطورات في لبنان سواء في لبنان أو حتى في الحرب الأوكرانية الروسية هي تماما ليس لمصلحة حلف النظام السوري يعني ما يتعرض له حزب الله اليوم في لبنان من ضربة موقف إيراني العاجز تماما عن دعم حزب الله وتعريت الموقف الإيراني في المنطقة وعجز الموقف الإيراني في المنطقة هذا الأمر أبدا ليس لمصلحة النظام السوري قد تستفيد تركيا من هذا الموضوع تركيا من الدول المؤثرة جدا في الأزمة السورية لذلك غياب أو ضعف الموقف الروسي والموقف الإيراني قد تستفيد منه تركيا لتكون هي القوة الأكثر فعالية في موضوع المسألة السورية بالنسبة للحرب الإسرائيلية السورية يعني إلى الآن ليس هناك أي مؤشرات من جانب إسرائيل أو يعني النظام السوري بالتأكيد هو عاجز تماما عن القيام بحرب ضد إسرائيل إسرائيل تخوض حرب على جبهة غزة وتخوض حرب على الجبهة اللبنانية وبالتالي ليس من صحتها أبدا أن تفتح حرب في سوريا ولكن إذا ما تم هذا الأمر بالتأكيد هذا الموضوع سيأتي لخدمة المشروع التركي في ظل كما قلت عجز المشروع الإيراني وضعف المشروع الروسي نتيجة ما يجري في العالم سيد نوفل أنا سألتك هذا السؤال أنه في تقارير تتحدث اليوم عن أن الجولاني ينوي أن يقوم بمعركة كبيرة ضد قوات الحكومة السورية اليوم في تعزيزات في دعم بالأسلحة الثقيلة في تدريبات على مستوى عالي بحسب بعض التقارير بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ولكن بانتظار الوقت والبعض يشير الوقت إلى اندلاع معركة ما في الجنوب السوري اليوم المشهد السوري والحل السوري أين هو في خضم كل هذه التوترات وكيف سيكون شكل سوريا المستقبل في ظل المطامع التركية وهذه التعزيزات المستمرة داخل الأراضي السورية كما ذكرت ما جرى في الحرب الأوكرانية الروسية وما يجري اليوم في بيروت هو أكثر من تضرر منه هو النظام السوري الآن النظام السوري بحالة ضعف شديد لأن النظام السوري معروف تماما صحيح أن الروس كانوا مؤثرين في الحرب لصالح النظام السوري ولكن التأثير الأكبر كان للإيرانيين والفصال الإيرانية ولحزب الله وبالتالي اليوم ضعف حزب الله وهذا الضرب التي تلقى حزب الله هي ليست فقط لحزب الله هي لإيران أولا قبل أن تكون لحزب الله اليوم الشارع حتى البيئة الحاضنة لحزب الله تتكلم عن هذا العجز الإيراني تتكلم كيف تورطت إيران حزب الله في هذه الحرب وعن هذه التصريحات الأخيرة التي صدرت عن القيادة الإيرانية أنا ليش سألتك هذا السؤال سيد فاضح؟ لذلك أعذني هنا على المقاطع فقط دعني أشيري هذه النقطة لأن الرغبة الروسية الشديدة بإتمام التطبيع بين أنقرة ودمشق كان الحاجز الأول أو كان في تدخل إيراني اليوم إذا ضعفت إيران كيف سيكون شكل مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق هنا؟ بالنسبة لموضوع التطبيع أنا قلت أن التطبيع يعني ما بدي أقول أنه متعثر لأن إيران هي جزء من تعثر هذا المسار تمام لكنه لم يتقدم أي خطوة وبالتالي من المهم جدا أن نرى أن الضعف الموقف الإيراني في المنطقة هو المصلحة التركية وبالتالي ليس مستغرب أبدا أن تقوم تركيا بخطوة مثل يعني كما قلت قد تكون هذه التعزيزات هي لدعم فصائل الأمر الواقع في الضغط على النظام السوري وبالتالي هذا الضغط ممكن يكون ضغط سياسي ممكن يكون ضغط عسكري كما ذكرت حضرتك بفتح جبهة من إدلب على النظام أو فتح جبهات على هذا النظام لإعادة السيطرة على الكثير من المناطق التي بالأساس كانت مسيطرة علي هذه الفصائل واستعادها النظام بحروب طاحنة ما بينه وبين فصائل الحليفة لتركيا الآن ما نراه هو أن النظام السوري هو الأكثر ضعف كما قلت الأكثر ضعف في السنوات الأخيرة منذ 2011 إلى يومنا هذا اليوم النظام السوري هو في أكثر حالاته ضعفا وليس لأن النظام السوري من يتعرض إلى الضربات إنما لما تتعرض له حلفاء النظام السوري وبالدرجة الأولى الحليف الأقوى وهو حزب الله حزب الله بالتأكيد يعني بعد هذه الضرب سيعيد كثير من حساباته وقد يكون حتى عاجزا تماما عن تحقيق سياساته حتى على مستوى السياسة الداخلية في لبنان أشكرك جزيلا شكر على كل هذه القراءة من برلين فاضل نوفا العضو الأمانة العامة لليجاني الديمقراطية السورية شكرا جزيلا لك